ما هو تفسير رؤية الحذاء في المنام؟ للحذاء في المنام المدلولات وتفسيرات عديدة تختلف باختلاف اللون أو بعض أحداث الحلم فلو رأيت أنك تفقد حذاءك فاعلم أنك ستفارق إنسانة عزيزة عليك أو تفسخ خطبتك أو تغضب زوجتك أو تخسر صديقك أو تواجه فشلا في عملك لو ضع منك حذاء ولم يكن لك علم فاعلم أنك ستنجو من هم وحسد الآخرين ومن رأى أنه يرتدي حذاء غير نظيف أو ممزق يعلم أنه لا يملك الذوق الفني وأنه غير قادر على المحافظة على هدئ حياته أو أصدقائه بل إنه يحولهم أعداء ومن رأى أنه يرتدي حذاء جديد يعلم أنه سوف يلاقي أفكار جديدة تسبب له النجاح والسرور في حياته وتحقيق أحلامه وآمله من رأى أن أحد أخذ حذاءه يعلم أنه يوجد بحياته من يريد أن يعرف أخباره ليمسكها ضده ويشهر به ومن رأى أن رجلا أخذ حذاءها وهي على علاقة بحبيب تعلم أنه يريد منها شيئا خاطئا وعليها الحذر منه بدل الندم وقت لا ينفع الندم من رأى أنه يرتدي حذاء ورباطه غير مربوط يعلم أنه ستواجه خلافات بينه وبين أصدقائه وعليه مراجع تصرفاته هو من رأى أنه يملك حذاء ذهبي يعلم أن هناك ما يعجبه ولكن لا يستطيع الوصول إليه ومن رأى أنه يرتدي حذاء ذهبي لهم يعلم أن زوجته أو بنته أو والدته أو أي مرأة في عائلته من الدرجة الأولى ستمرد بمرض ستشفى منه بإذن الله